الدنيا هنا عند مصطفى شبير قامت ما عادتش شفنا تصريحات الكابتن أحمد سليمان رغم ان كل اللاعبة اللي لعبت دي ما تكلمش عنها ودي كلها لعبة خدت فرص لكن تحس ان في تربص شوية عند مصطفى شبير كان مصطفى شبير لاعب لا يستحق الفرصة او لاعب لا يستحق ان يمثل حراسة مرمى منتخب مصر ازاي كابتن أحمد النهاردة وانت بتتكلم عن محمد عواد وحنا هنا في قناة الاهلي ما نقدرش نقلل محمد عواد محمد عواد حارس مرمى كبير لكن النهاردة وانت كنت مدرب لحراس مرمى منتخب مصر وكان ليك رؤية في 2006 و2008 و2010 لما كان عصام الحضري حارس مرمى النادي الاهلي هو اللي بيحرص عليه منتخب مصر وقتها ما شفناش عبد الواحد السيد وقتها ما شفناش محمد عبد المنصف محفظ الألقاب ما مسلوش منتخب مصر كنت حريص ان حارس مرمى منتخب مصر يكون عصام الحضري ليه؟ علشان عندك ثقة في عصام الحضري وقتها النهاردة لما حسام حسن بيكون الحارس الاساسي بتاعه محمد الشناوي ولا غبار على محمد الشناوي انه هو حارس مصر الاول بالنسبة للنادي الاهلي وبالنسبة لمنتخب مصر لكن الرجل عنده رؤية للمستقبل الرجل بيفكر في عشرين خمسة وعشرين الرجل بيفكر ان فيه حارس مرمى كبير صاعد واعد اسمه مصطفى شوبير لعف منافسات كبيرة في دوري أبطال أفريقيا فالنهاردة عايز يديه الفرصة علشان يكسب حارس مرمى للمستقبل هي دي رؤية الجهاز الفني ومين يقدر حاسم حسام حسن؟ ما النهاردة احنا كلنا بنقول ان الجهاز الفني المنتخب الوطني لما بيختار لعيب كلنا بنقف وراه وكلنا دافعين وكلنا مساندين لمنتخب مصر هل النهاردة في يوم من الايام قلنا هنا ليه حسن الشحات ما بينضمش وهو متقلق ليه محمد مجد أفشا ما بينضمش الفترة الأخيرة وهو متقلق لا كلنا مع الجهاز الفني المنتخب مصر في الرؤية اللي هو شايفة وهو ليه الحق يلاعب مين وما لعبش مين علشان كده كانت تصريحات الكابتين أحمد سليمان غريبة شوية انه يتكلم على المصطفى الشبير وهو النهاردة الرجل بينافس وهو بينافس النهاردة على أفضل حارس داخل كارة أفريقيا بينافس على الأفضل لاعب داخل كارة أفريقيا فالنهاردة بينافس على جايزتين جايزتين كبار من الكاف فالنهاردة ما يستحقش مصطفى الشبيرون يكون هو حارس مرمى منتخب مصر لا يستحق شوفوا فيتوريا لما كان ماسك منتخب مصر كان عنده محمد الشناو الحارس الأول عنده الحارس التاني كان أحمد الشناو محمد وجبل وكان بياخد محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك حارس مرمى نادي الزمالك هل وقتها حد تتكلم قال محمد صبحي ليه يروح منتخب مصر لا بالعكس كل الناس وقتكت بيتساند محمد صبحي وتقول انه يستحق الفرصة والرجل يشغل بشكل كويس وكلنا كنا مساندين ولا هو فيه خلافات مثلا شخصية علشان يعني مصفى الشبير بيلعب ما هو ده ده الامر الواضح شوف صدات مصفى الشبير مش ده حارس موهوب الامر التاني برضو من التصريحات المسيرة والغريبة يعني كابتن احمد سلمان هو بيتكلم عن الاصابات وهو بيتكلم عن الاصابات كل ما بيتكلم يقول أصل لعيبة نادي الزمالك لما بتتصاب في منتخب مصر لا احنا لازم نعيد النظر مرة أخرى علشان لعبة تنضم على كده بقى لنادي الاهل ولعبتهم لهم الجنة زي ما بقول ده كل معسكر للنادي الاهل بيروح بتشوف اللعيب اللي بيتصاب وبيقعد فترة قدية شوف محمد الشناوي لما تصاب في كاس الأمم الأفريقية وقعد فترة كبيرة شوف رامي ربيعة لما جروح منتخب وبيكون مصاب وبيلعب على الاصابة وبيضحي علشان يكون موجود في منتخب مصر شوف مرة وانا عطية شوف اللعيبة كلها انا مش عايز اضرب امسا عمر كمال عبد الواحد ما دي كلها لعيبة بتمثل وبتحب انها تكون موجودة في منتخب مصر هل النهاردة لعبة علشان يتصاب نعيد النظر مرة أخرى ان اللي ما نوديش اللعيبة يعني تصرحات غريبة صراحة الامر التالت لما بنقعد نقارن ونقول اصلي عواد الراجل اللي هي في الصبر الافريقي اللي هو اعلى من دور الابطال ازاي بأي مفهوم ده ازاي الصبر الافريقي اعلى من دور الابطال طب خلينا نمسكها كده بالورا والقلم وخلينا هاديين واحنا بنكلم دور الابطال القيمة المالية او جايزة دور الابطال كام اربعة مليون دولار الصبر الافريقي كام جايزته خمسونة الف دولار شايف الفرق الكبير ونقول السبر الأفريقي مساوي دور الأبطال هل النهاردة بطولة من مباراة واحدة هتسويها بمشوار كبير من مباراة ممكن توصل 14 مباراة بتلاعب أفضل أنديها في قارة أفريقيا بطل كل دولة سواء في تونس والمغرب والجزار وفي جنوب أفريقيا وفي الغانا وفي نيجيريا كل ده هنساوي السبر الأفريقي بدور الأبطال استحالة هل النهاردة السبر الأفريقي بيأهلك لبطولة عالمية زي دور الأبطال اللي بيحط النادي الأهلي أو حاطط النادي الأهلي في مكانة كبيرة مع احترام الحضريات ما حدش حد يقدر يوصلها ولو بعد كم سنة شوف النادي الأهلي النهاردة مشاركاته في كأس العالم للأندية شوف النادي الأهلي هو بيشرف الكرة المصرية شوف النادي الأهلي هو بيتفرج على بايرن ميونيخ وريال مدريد مع احترام الحضرياتك أندية انت بتتفرج عليها بس كل اللي بتعمله انت بتتفرج عليها بس شوف لعبة النادي الأهل وهي بتوقف بتواجه اللعبة دي والسوشال ميديا هنا في الأندية بتتكلم عن بعض ازاي وفي المؤتمرات الصحفية شوف المدربين العالمين بيتكلموا ازاي عن نادي الأهلي وفي الآخر نقول دور الأبطال زي الصبر الأفريقي لازم يبقى الكلام موزون ومعقولة علشان الناس بتسمعوا الحاجة التانية في تصنيف الكيف لجائزة القرن الأفريقي القادمة بإذن الله النادي الأهلي خلاص يعني أقدر أقولك حسامها من دلوقتي ومتبكة حوالي 75 سنة النادي الأهلي كان نادي القرن في القرن الماضي وبنتكلم في القرن الحالي شوف النهاردة السوبر الأفريقي في تصنيف الكاف النقط بتكون كم نقطة؟ نقطة واحدة في السوبر الأفريقي طب في دور الأبطال ست نقاط بيحصل عليهم النادي الأهلي علشان يدعم رصيده في جائزة القرن الأفريقي ونرجع نقول في الآخر السوبر الأفريقي زي دور الأبطال ما فيش مقارنة طبعا يعني اللي بقول الكلام ده يعني كلام لا يعقل علشان كده أنا من هنا بطالب لجنة الانضباط في اتحاد المصر كرة القدم فينكم من التصريحات دي فينكم من تصريحات مسؤول مش اقول جماهير لا ده مسؤول النهاردة بيتكلم يقول احنا بندعو الاجتماع لعدم انضمام اللاعبة للمنتخب لو في اي دولة او في اي اتحاد في دولة ولجنة الانضباط لازم تقف عند الكرارات دي وعن الكلام ده علشان يكون فيه عقوبات لكن للأسف هنا الامور بتعدي ازاي تعدي ازاي بتعدي الكلام ده لازم يكون هنا لجنة الانضباط والاتحاد المصري لازم يكون فيه رادع ولازم يكون فيه كرارات قوية علشان لما حد يطلع يتكلم عن منتخب مصر يتكلم بكل احترام شوف النادي الاهلي في كاس العالم الاندية لما مصلحة النادي الاهلي جات اصاد مصلحة منتخب مصر النادي الاهلي فضل ايه؟ قال منتخب مصر فوق الجميع لعبت النادي الاهلي وانتعدت مباراة في كاس العالم الاندية قالت لا اللعبة تلعب في المنتخب الاول وبعد كده اللعبة راحت مع النادي الاهلي هو ده النادي الاهلي هو ده نادي الوطنية بالمناسبة نادي الوطنية مش يفطل تتعلق على باب النادي ولا طنطنة بنقود نقولها لا نادي الوطنية افعال علشان لما بنقول النادي الاهلي نادي الوطنية بالأفعال مش بالكلام خلنا نروح مع حضراتكم للموضوع التاني الاتحاد المصري الحالي لكرة القدم برئاسة الأساس جمال علام اللي هيرحل عن عالم كرة القدم المصرية بعد 17 يوم هيتم انتخاب بإذن الله مجلس جديد يوم 10 ديسمبر فمتبق المجلس الحالي 17 يوم